مرة أخرى ملف الكهرباء في العراق تحت مجهر الانتقادات المحلية والدولية أكثر من 81 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 على تطوير شبكة توليد ونقل الطاقة الكهربائية فضلا عن أموال الدول المانحة كلها ذهبت هباء منثورة في ظل الفساد الجاري سواء من الأحزاب السياسية أو الشركات الخارجية المتعاقدة معها والتي غرقت هي الأخرى بهذا المستنقع الكبير ذلك وفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي ويشير تقرير المركز الأمريكي إلى أن العراق هدر الامتيازات التي كان يمتلكها وأن النافذة لفرصة إعادة إعمار قطاع الكهرباء ليكون أكثر فعالية قد أغلقت الآن ويؤكد التقرير أن عوامل خارجية أخرى كانت سببا بوصول العراق إلى هذه الفجوة الكبيرة بقطاع الكهرباء يظل محكوما بإيران وما تورده للعراق من كهرباء وغاز لتشغيل محطاته تلك التي صممتها الأحزاب لهذه الغاية بالذات رغم محدودية استثمار العراق لغازه المصاحب لاستخراج النفط هذا الواقع لقى انتقادا كبيرا من المفتش العام الخاص لحملة إعادة إعمار العراق والذي وصف مشاريع الكهرباء فيه بأنها عبارة عن حالات فشل في التنفيذ وكانت عرضة للهجمات هذه الهجمات لسيما التي نفذتها الميليشيات يفسرها ازدهار سوق المولدات في العراق والذي أصبح أحد مصادر توريد الكهرباء بأرباح سنوية قدرتها وكالة الطاقة الدولية بحدود أربعة مليارات دولار خلال عام 2018 وحدة ومع اتساع الفجوة بين الطلب على الكهرباء إلى 12 جيجاوات في عام 2021 وحدة أي ما يعادل أربعة وأربعين بالمئة من طاقة التوليد المتوفرة يتسع أكثر بحسب الخبراء عدم رضى العراقيين عن هذا الفشل بتجهيز الكهرباء والذي وضع الأحزاب السياسية في مواجهة جديدة مع الشارع ستكون هي الأقصى في الصيف القادم مع موجة الجفاف التي تضرب البلاد ترجمة نانسي قنقر